حوار اونلاين حضرتك قلت بالبرنامج حوار اونلاين لبنان في عين العواصف الأمنية والسياسية والوضع بالجنوب يتدحرج إلى الأسوأ يعني عم نشوف مناطق جديدة عم بطالة الأصف على الجانبين الارتيالات عم تتصاعد يعني هناك كمان الإسرائيلي عم ينوجع من جراء ضربات حزب الله التطورات تتسارع هل نحن ضمن حدود اللعبة إلى حدود ولا نحن تخطينا الخطوط الحمر شو مرسوم للوضع بالجنوب بتأديره سيد جورج من الإزاعة الكريمة إزاعة صوت لبنان سبق أكرت أن الأمور ذاهبة باتجاهات متدحرجة وخصوصا أن حزب الله سبق وأكد مرارا أنه لم يستعمل سوى 10% من قواته العسكرية أو سلاحه النوعي في الأوين الأخيرة اللافت أن السلاح النوعي هو كان سيد المعركة أكان من قبل إسرائيل أو من قبل حزب الله إسرائيل يوميا تقتل بعض قيادات حزب الله وبالتالي حزب الله يسجل ضربات موجية على إسرائيل في التقن العسكرية الإسرائيلية في المستعمرات وسوى ذلك ومستعمل أسلحة كمان مسيرات مسيرات متفجرة وجيش العدو الإسرائيلي اعترف بسقوط عدد كبير من جنوده ومنهم الضباط أما بالنسبة للأمور التي أشرت إليها توقعاتي وليست هي توقعات بل معطيات ومعلومات أنه حتى الساعة على الرغم من كثافة القصف ونوعية العمليات لازالت الأمور مضبوطة تحت السقف الدولي الأمريكي الأوروبي من يضمن هذه الضوابط عم تتفلت نوعا ما بلشت شيء من 8 شهر اليوم صرنا بمحل تاني الهرمل تتعرض للقصف بعلبك تتعرض للقصف صيدة اغتيالات حتى على الجانب الآخر من الحدود هناك كمان يعني وصلت العمليات لطبارية لنهارية إلى العمق الإسرائيلي إلى العمق الإسرائيلي مين هيدا الساحر اللي قادر يضبط أوضاع متفجرة هالأد يعني كيف مش ممكن تفلط الأوضاع ليس بوسع أي ساحر إذا فلتت الأوضاع أن يضبطه تحديدا في هذه المرحلة حزب الله قوة عسكرية كبيرة لديها أوراق كثيرة لم يستعملها وأسرائيل تركز على الحدود الشمالية وليس في غزة أو رفح تدرك بأن الورقة الرابحة هي حزب الله وتدرك أيضا أن حزب الله لديها أعداد كبيرة من المقاتلين وسلاح نوعي لذلك تركز على الحدود الشمالية وتكتف من عملياتها العسكرية وما حصل من قصف بعلبك الهرمل واليوم في محاذات صيدة توقعاتي أن تتدحر جمهور باتجاه العمق اللبناني والعمق الإسرائيلي بس ضمن ضوابط حتى الآن ضمن ضوابط إلا إذا كان هناك قرار متخذ في إسرائيل لعمل كبير وبقبط باط أمريكية لأن هاموس هوكشتاين قال لأحد النواب اللبنانيين الذين التقلون في واشتون وهذا النائب قال لي اليوم كنت عنده وقال لي حرفيا ما قال هوكشتاين بمعنى أننا لن نرغب بأن تتوسع الحرب ونحن نضغط على إسرائيل والرئيس بايدن شخصيا يتصل بنتنياهو ويتمنى عليه أن لا يخذ الحرب لا في رفح أو في لبنان نحن ضد الحرب وبمعنى أوضح ليس هناك ضوء أخضر أمريكي للحرب والأمر وعينه الأوروبيين لكن تتفلت الأمور في أي توقيت ما هذا السؤال البديهي هل هذا التصاعد بالعمليات وهذا التدحرج يعني الخطير اللي عم بيسير هو تعبير عن فشل المساعد الدبلوماسية ما زال زكارة هوكستين يعني كان كمان في ورقة فرنسية ولحظات لبنانية المساعد الدبلوماسية متوقفة هوكستين قاعد بأمريكا مع إدرجاء كان في تل أبيب وهو قال إلى واشنطن نعم النائب المذكور قال لي أنه لن يعود قريبا إلى تل أبيب في حال لم يكن لديه أي معطيات إذا لمس أن هناك تجاوب إسرائيلي قد يذهب إلى تل أبيب ويأتي إلى لبنان لكنه بعد جهود مضنية في تل أبيب ولقائه بوزير الخارجية الفرنسي استيفان سان جوني والاتصالات التي قام بها لم يصل إلى نتيجة حتى أن مصر غاضبة وسيكون هناك بيان ختامي شديد من القمة العربية في المنامة بمعنى أن المملكة العربية السعودية ومصر والأردن يضغطونها على الرئيس الأمريكي للجم التصعيد للحسكري الإسرائيلي في رفح وغزة وجنوب لبنان ووقف الحرب والدخول في هدنة وإدخال المواد الغذائية وكل مستلزمات الطبية وسواها إلى غزة لكن نتنياهو لم يستجيب حتى الساعة بالعكس نتنياهو دخل إلى بعض أطراف رفح الشرعية وهو يهدد واحتل معبر رفح مع مصر بالرغم من اتفائيات كامبين يعني جنوب نتنياهو يقود المنطقة إلى حرب شاملة إذا استمرت الأمور على ما هي لكن أعتقد وهذا ما قاله الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازين عندما قال ليس بوسعي أحد أن يوقف في هذا الحرب ويضغط على إسرائيل إلا الولايات المتاحة الأمريكية لكن هناك انتخابات رئاسية أمريكية وبالتالي أكان بايدن أو ترامب بحاجة إلى الصوت اليهودي وهذه مسألة واضحة وتاريخية وهذا شيء ظاهر من خلال وقف شحنات الأسلحة وعادت رجعت وعادت نعم يعني ما قدر كمل بايدن صحيح صحيح لذلك نحن أمام ماضلة وصعوبات كثيرة للوصول إلى إدنا لم يسبق أن حصلت حرب في المنطقة ولم يكن هناك هدنة سألتك عن المساعد الدبلوماسية وكنا عم نحكي عن الوضع بالجنوب أخذتنا على المساعد الدبلوماسية اللي عم تصير كرمال الوضع بغزة وموقف المجموعة العربية وموقف الأمريكا من الحرب بغزة وكأنه قدر الجنوب أن يلحق بجبهة غزة يعني هيدا الموضوع مسلم فيه هناك التلازم هيدا الموضوع مسلم فيه نهائيا أنا سمعت يعني الأمريكي عند الأمريكي عند العربي عند الفرنسي لقد حاول الأمريكي وحاول الفرنسي حزب الله حسمها منذ اليوم الأول طالما الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة في غزة والحرب قائمة لن يكون هناك فصل للمسارين وبمعنى آخر أن حزب الله سيستمر في عمله العسكري الميداني طالما إسرائيل لازالت تقود عملياتها في غزة هذه مسألة باتت وضع عندما تحصل لدنا في غزة تلقائيا ستنسحب على جنوب البعض يقول أن لبنان يرفع الثمان وهناك أضرار أنا سمعت ومن خلال يعني رئيس مجلس الجنوب المهندس أستاذ هاشم حيدر قام بعرض خارطة الطريق للأضرار في الجنوب هناك أضرار هائلة في قرى وبلدات الشريط العدولي هناك خسائر كبيرة وهناك تهجير وهم يهتمون بمائة ألف نازح في العمق الجنوبي لكنه قال لي أنا رئيس مجلس النواب نبيه بري سيجول العالم إذا اقتضى الأمر لإعادة أعمار الجنوب وأنا حزب الله لن يتخلى عن الجنوب هذا دليل أن هناك أضرار كبيرة لكن بالنسبة لحزب الله هناك تعديم أعلامي على الأضرار يعني ما عم بيكون فيه طغطي أعلامي كتير كبير لأن الحرب مستمرة قالها رئيس مجلس الجنوب لما تمكن كفرق هندسة للقيام بأي حصاءات لأن هناك دمر شامل وقصف يومي على قراءة عيطة الشعب كفر كلا وسواهم لذلك من الطبيعة أن هناك خسائر وأيضا في الجانب الإسرائيلي استجرورش فيه خسائر كبيرة هل يتحمل أستاذ وجدة العريضة؟ يعني سؤال بديهي ويمكن بدي قوله هلأ الناس اللي عم يسمعوني بترقاطهم أو على الشاشات أنا بدي قوله لك شو عم يسأل هذا السؤال بس أنه هل يتحمل لبنان هذا النزف هذا الدمار يعني شو الهدف؟ يعني ليش وصلنا لهون؟ من أدخل لبنان في هذا الأتون؟ يعني وربطنا مصيرنا بقصة غزة والظاهر أنه قصة غزة مثل ما كنا عم نحكي نتنياهو مصر ومجلس الحرب الإسرائيلي مصر ما عم بيرد على حدا طبيعا والمعركة طويلة يعني معركة عم تاخد وقت حابة تنزاف بتخلص بترجع بتفوت يعني هناك معلومات ومعطيات يعني إذا خلصت بيرفع بيرجعوا بيفوتوا على جباليا بيرجع على دير البلع بيطلعوا من خان يونس يعني نحن فتنا ب وعادة العمليات من قبل حماس في قلب غزة صحيح هذه الظاهرة الجديدة على اعتبار حسفائيل قالت أنها قضت على حماس هل تحمل لبنان هذا النزف إذا فينا نقول؟ صحيح أن لبنان لا يمكنه أن يتحمل وحده هذا النزف بطبيعة الحال لماذا؟ أولا نحن الحلقة الأضعف ليس هناك من رئي جمهورية من دولة من مؤسسات هنا هيك إلى مسألة أساسية أن الوضع الاقتصادي في لبنان هو الأخطر في المنطقة هناك تفليسة في البلد لا مستشفيات كل مرافق دولة تراحق تفليسة بدون إدارة التفليسة تفليسة أو فالتة يعني كل مرافق الدولة ترحلت وشاخت ليس هناك من بوليسة على الإشارات السير الأسلاك العسكرية تعاني تقوم بدورها مشكورة ولكنها تعاني جربت القوى الأمن الداخلة تعمل حملة لتوقف الدراجات شفنا شو صار مبارح شوارع بيروت تسكرت شوارع الضاحية تسكرت نحن أمام معضلة كبيرة إنما نحن على حدود إسرائيل ومن الطبيعي أنا هم بديشير لشغلي صحيح أن لبنان لا يمكن أن تحمل لكن إسرائيل وقبل الحر في غزة قامت بأكتر من 1500 خرق بري وبحري وجوي لذلك هيا أن تطبق لكن نحن اليوم ما أحدا قال أنه إسرائيل نحن اليوم أمام حالة جنون من خلال حكومة إسرائيل والأنكا استعملها العبارة أن نتنياهو تلقف جرعات دعم من بعض الرأي العام الإسرائيلي في الآوان الأخيرة ليقوم ويفعل ما يشاء على خلفية يجب إعادة أهالي المستوطنات الذين يقتنونها في الفنادق إلى منازلهم على الحبل الشمالية ولو اقتضى الأمر القيام بعملية عسكرية حتى اللي تاني هل هناك تحديد مهل مثلا اليوم عم ينحكي عن أول أيلول أنه مهلة آخر مهلة عم يعطيها الإسرائيلة طيب يا يتهدى الجبهة بالجنوب يا يروح لخيارات تانية لأنه بأول أيلول بفوتوا على المدارس بإسرائيل تأرجع للمعلوماتك بخصوص المساعدة الدبلوماسية شو عم بيصير هل هناك إنذارات للبنان للداخل اللبناني أنه لا نحن الجبهة لازم توقف من هلأ لشهر لشهرين لأنه شفنا كمان في تحديد مهل بقصة مسألة رئيسة الجمهورية رح أرجع لهذاك الموضوع بس بموضوع الجنوب وصلنا لآخر إذا بدك سبأ مثل ما بقوله أكيد موصلنا على الفينال بعدنا بلنا كتير لنوصل على الفينال معطيات ومعلومات موثوقة لا أرغب بإثارة أي موضوع دون أن يكون هناك استنداد على بعض الموطيات أولا صحيح كما قلت أن إسرائيل أعطت مهلة لأيلول قبل بداية المدارس لكن هل قادر إسرائيل أن تشتاح الليطاني قد يقوم حزب الله باشتاح المستعمرات نظرا لقوات العسكرية الكبيرة هذه مسألة واردة أما بالنسبة للمهل وهكذا قد تصل حرب إلى أيلول لقد قال لي أحد كبار المسؤولين بما معنى وهو عائد من باريس وعلى تواصل مع دول غربية ومن خلال السفير الفرنسي السابق في لبنان إيمانويل مون الذي يعتبر المستشار الأقرب لرئيس الفرنسي إيمانويل مكرون بما معنى نحن لم نتمكن من الوصول إلى هدنة لكن حتى الآن هناك سقف لهذه المعركة قد لا تصل إلى حرب الشاملة لكن لن تتوقف الحرب حتى الآن قبل أيلول أو تشرين أكان في الجنوب أو في غزة هناك صعوبات وتعقدات كبيرة سننتظر البيان الختامي لقمة العربية في المنامة ومن ثم التحركات المرتقبة إذ هناك ضغوطات كبيرة وربما تهديد بقطع الإعلاقات مع الولايات المتحدة من دول كثيرة حتى أن المنبكة العربية السعودية قالت لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بما معناه نحن لن ندخل في التطبيع لليوم ولغدا قبل قيام الدولة الفلسطينية أي حل الدولتين ومن ثم وقت الحرب ومصر قالت هذا الكلام والأردن هذه الدول التي تعتبر على تماث أو تواصل دائم مع الولايات المتحدة الأمريكية لذلك هناك ضغوطات كبيرة بس هذه الدول أستاذ وجد العريضة تتعاطى بالموضوع من جانب سياسي دبلوماسي وليس عسكري من جانب عسكري وحده لبنان اليوم يدفع الثمن يدفع الثمن شو اللي بيخلي لبنان يعني يفوت بهذه المعركة لهذه الدرجة بدي أسألك كمواطن مش كمحلل سياسي بتحس اللي عم بيصير بجنوب اليوم معركتك معني بهذه المعركة أنا منذ الستينات والسبعينات والثمانينات إلى اليوم أسمع دائما أن لبنان يدفع الثمن ومن خلال المواكبة والمتابعة كمواطن لبناني ولاحقا ككاتب ومحل سياسي وصحفي أرى أن لبنان هو الحلقة الأضعف كان هناك منظمة تحرير الفلسطينية كانت كل التنظيمات وصلنا الاجتياح الإسرائيلي تنظيمات ناصرية وبالتالي عدوان إسرائيلي دائم بـ 78 عملية الليطاني الاجتياح الإسرائيلي عنقيد الغضب عدوان نيسان وصولا إلى تفاهم نيسان وحرب الـ 2006 الـ 1901 واليوم الحرب في غزة وجنوب لذلك نحن الحلقة الأضعف أولا هناك القسام سياسي داخلي هذا كان له الأطر السلبي على مجمل هذا الله وهناك قوة سياسية كثيرة لها ارتباطات بالمحاول هذا اللي عم بسألك هذا محدد إلى تفكك الدولة وعدم الوصول إلى موقف موحد جلسة مجلس النواب أمس الأول كانت مثالية لأنه لأول مرة يكونهم إجماع كان حول ملف النازحين بس سنتائجة ما كانت كثير مثالية أكيد توصيات إنما هذا التوافق ينصحب على أمور أخرى سؤالي من ناحية اللي عم بسألك له خلفية موقف رئيس الحزب التقدم الإشراكي السابق بيقول بارحة إن حزب الله يقوم بواجبها يقوم بالدفاع عن لبنان أنت كمواطن لبناني تعتقد أو أنت أنه حاسس أنه مضبوط حزب الله يقوم بالدفاع عن لبنان يعني أنت معني يقوم بالدفاع عن لبنان عادة بالدستور اللبناني بالدولة اللبنانية الجيش اللبناني الدولة اللبنانية المؤسسات اللبنانية اليوم كمواطن لبناني أنت معني بهذا الكلام أنا حزين لنيهار الدولة ومؤسساتها ولهذه المنظومة الفاسدة السياسية لكن نعم اليوم حزب الله يدافع لبنان يعني سلمت للأمر الوائع انت حزين للمؤسسات لماذا اليوم حزب الله يدافع لأنه هو القادر على مواجهة إسرائيل وباعتقادي أن إسرائيل حتى لا يكون حزب الله موجودا قبل وجود حزب الله كنا نرى أن إسرائيل دائما تقوم بحربوه وتقتل وتغتال ولا ننسى أنها دخلت لبنان دخلت إلى العاصمة اللبنانية إلى كل المدن اللبنانية وبالتالي إسرائيل دولة عدوة وعنصرية واسلطانية كل تاريخ إسرائيل حافل بهذا الموضوع لكن نتمنى أن يكون هناك دفاع مشترك من كل الساحات وليس وحده لبنان أن تكون كل الدول العربية معنية وليس لبنان من يرفع الثمان لأنه ليس بقدرة لبنان وحده سؤال من باب تاني هذه المعركة معركة اليوم وجد العريض معركة كل لبناني بلبنان ولا لا معركة محور طويل العريض على الأرض اللبنانية هي معركة كبيرة معركة إقليمية دولية معركة كبيرة تتخطى لبنان تتخطى لبنان وقد نصل في نهاية المطاف إلى مفاوضات وإلى تسويات كبيرة وتغيير الواقع ليس في لبنان بل المنطقة جيوسياسيا الحل هو بإقامة الدولة الفلسطينية العادلة أي حل الدولتين هذا ما تقدمت به المنطقة العربية السعودية في مؤتمر القرمة العربية في بيروت 2001 ولازلت متمسكة به وموسكو متمسكة به وواشنطن وأوروبا باستثناء إسرائيل لماذا إسرائيل تقبل بحل الدولتين هذا السؤال عندما تقبل إسرائيل بحل الدولتين وعندها تنتفي الحرب في المنطقة تدفع المملك العربية السعودية والمحور العربي إذا فينا نقول بهذا الاتجاه بس لا يوجد تجاوب حتى من الطرفين لأن حماس كمان أنا معك لا يتحمل لبنان ويقع يدفع المواطن لبناني الفواتير عن كل العالم نحن لم يعد بوسعنا نتيجة أمور كثيرة وتحديدا اقتصادية واجتماعية مين قدر اليوم سؤال هكي ببساطة يفوت على مستشفى مين قدر نحط ليده بالمدرسي بالجامعات إلا بصعوبة يعني الأمور تغيرت كثير بالبلد يعني الطبقة الوسطى انتفى وجودها أموال المدعين صحيح أين الطبقة السياسية تدافع عن أموال المدعين يعني في ملفات كثير انسيناها انسيناها وتأقلم الشرع المواطن لبناني تأقلم أنه مصرياته راحوا بصراحة معظم الأحزاب دجنت ناسها ومحاذبيها ومواطنيها حتى في مسألة النزوح طب معظم الأطراف من كل القوة 14-8 انه أدخلوا النازحين للسوريين تحت مسميات كثيرة أنا ذاك بسندلات الحرب وهلأ عبيخوضوا معارك داحس والأب غابراء لعورة النازحين يعني متلو بقولوا الرزق السيب بعلم الناس الحرام يعني بلد فلتين وحدود وفلتين كل شيء واليوم أنا ما نحكي بها الملف نحكي مطولا بموضوع كمان نحكي اليوم بتغير وعطي حقه هيدا الموضوع بنهاية البرنامج لأنه كمان في حكومة اليوم في مسؤوليات في تحديد مسؤوليات نعم بس لأول مرة يتحرك ملف النازحين يتحرك بس الحكومة مش هم تقوم بواجباته يعني لو وزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعي ووزير المعنيين قاموا بواجباته أكيد اليوم المدير العام للأمن العام كلمة حقته قال يجب دائما أي مسؤول يقوم بإنجاز بخطوة إيجابية وتحديدا بالمرحلة وأن كان واجبته أن تشير إليه بتنويه ما يقوم به اليوم اللواء الياس البايسر يعمل كبير ضبط الحدود، الجوازات، التهريب بأقل ما كانت كثير تراجعت الشغل الثاني إقفال المحل التجاري هيدا الأول مرة بتصير إقفال المحل التجاري للسرين بالمناطق استاذ واجد العريضة أنا برنامجي يعتمد على مدخلات المستمعين والمشاهدين وبيخد اتصالات بيشاركونا أفكارهم واليوم تأخرت شوي عليهم لا هذا غنى يعني مدخلات الناس هذه غنى للبرنامج خلينا رحب بكل المشاهدين والمستمعين ادعيهم ابتداء من هاللحظة لا يتواصلوا معنا تيشاركونا بأراءهم بأفكارهم بحلقة الليلة من حوار أونلاين ضيفة الأستاذ واجد العريضة الصحافي والكاتب السياسي رقم التليفون 01-325-555 خلوي 76-611-003-005 والواتس أب على 76-611-001 من ملف الجنوب حكينا مطولا بهذا الموضوع حكينا بموضوع غزة هل يعني فك الارتباط بين غزة والاستحققات لبنان الداخلية مش بس موضوع الجنوب يعني هناك استحققات بلبنان داخلية والكل ناطر تتخلص الحرب هل فك الارتباط بين هيدا الاستحققات واللي عم بيصير بغزة ممكن بالوقت الحاضر وخاصة بالملف رئيس الجمهور قال لي أحد سفراء لجنة الخماسية منذ أسبوعين شغلة البلد أو اليوماني لجنة الخماسية أكيد قال لي حرفيا أن حرب غزة وجنوب كان لها تأثير سلبي على الحراك من قبل لجنة الخماسية لأنه بصراحة الأولوية للحرب لوقف الحرب للوصول إلى هدنة للوصول لاحقا إلى مفوضات لا ننسى أن حرب جنوب مشتعلة في غزة ذلك كان له الأطر وقد حاول الموفد الأمريكي القيام بمساعي من أجل أن يكون هناك فصل ملف الرئاسة عن الحرب وأيضا لا ننسى نجح أو لم ينجح؟ لم ينجح من عرقل؟ ما كان في عرقلي بس ما في صعوبة أنه اليوم تنتخي برئيس أولا ما في توافق سياسي بالداخل وهذه الشغلة أساسية هنا عبر يركزوا على الداخل مبارح وزير الخارجية السعود الأمير فايسد بن فرحان دعا اللبنانيين أنه أنت توافعوا على رئيس وتقوموا بإصلاحات ونحن حتكون الموفد الأمريكي قالوا للوقت بالنيابة أنه يجب أن تتفقوا على الرئيس لكن أيضا الحرب كان لها تأثير سلبي الآن الأهمية أنه كمان الموفد الفرنسي جون إين فريون إجا على مصر راح على إسرائيل عفوا ما راح إسرائيل إجا على مصر إجا على المملكة العربية السعودية والأهم كانت زيارته لواشنطن واجتماعه بالموفد الأمريكي ووكستاين من أجل يعني تكثيف الافتصالات صار في حركة خفية وحركة ظاهرة بالأيام الماضية بل وريد بل وريد للضغط لانتخاب الرئيس وهناك تصفي يعني تقولوا التصفي النهائية راح تبلش قريبا هل سيتزامن انتخاب الرئيس مع الحلحلة وبالتالي سيكون للرئيس دور في إبرام التسوي المقبلة منشان هيك اليوم لهذا الهدف لهذا الهدف هناك تركيز دولي يعني واضح يجب أن يكون في لبنان رئيس للجمهورية لمواكبة ومتابعة ومجابعة أحداث المنطقة لأنه في تسوي كبير الجي ويجب أن يكون هناك رئيس ليتابع التسوي ويكون هناك توقيع وأيضا التركيز هلا على المشاورات وليس الحوار انتفى الحوار وهذا اللي عرفته هذا اللي عرفته من الوزير السابق الشيخ وريع الخازن يلي زاره المطران بولوس مطر واتمنى عليه الشيخ وريع الخازن انه يستمر للتنسيق مع الرئيس نبي بري ليما يتمتع به من حزق درايو والتزان وخبره وزاره وحطه بأجواء لقاء بكركي وشفنا العلاقة مؤخرا تفاعلت بين بكركي وعين التانية حتى ومع حزب الله وخصوصا اللقاء اللي حصل في دارة النائب الشيخ فريد هايكل الخازن مع حزب الله مواتناع بكركي كان كتير إيجابي وأسس لمرحل جديد يعني فيه إجماع وفيه تشاور للوصول إلى انتخاب رئيس الجمهوري نعم رح تابع عندك شيء؟ لا بس بنيقول شغلي كمان وكان فيه لقاء بارز بين الشيخ وديع الخازن والسفير الفاتيكاني يلي أكد أنه الفاتيكان يهمها في هذه المرحلة التركيز على الحوار الإسلامي المسيحي في ضل الحروب في المنطقة ووضع القائم وهي حزينة على الواقع اللبنان الحالي وهي تضغط على المجتمع الدولي للمساعدة بانتخاب رئيس الجمهوريين بعيدا عن لقاءات الشيخ وديع الخازن رح روح لمداخلات المستمعين والمشاهدين مساء الخير مين معي؟ أول اتصال مين معي؟ ألو ألو تفضل ألو عافيك أهلا وسهلا ألواني تحت حس البكير تأس مع الحلقة كلها أتعليلي إياك أنا عندي سؤال يعني إلا حضرتك قصحات والضيف اللي معك يعني اليوم الدول يعني عندك حدود اليوم مع مع مصر مع الأردن مع مبارف مع كتير دول يعني عربية مش يعني اليوم مجرد ما يطلع يمكن مظاهرات سلمية فيها مليون ولا مليونين توقف على الحدود باعتها ده يده بيعمل ضغط عن جد أنه ضغط بشكل أنه حلها الأزمة وحلها الحرب الدول العربية عم تفاوض وتعمل إجتماع كل الأربع خمسة أشهر مثل حرب لبنان يعني اليوم أنا بعطيك وقت أنك تخلص وتقضي على أكبر كمية أنت بتقدر تخلص عليها وإذا ما قدرت بعد خمسة أشهر أو ستة أشهر منعمل إجتماع ومن دين أو منحكي أو وبعدين بس تخلص الحرب بعد شهر مننسى ومنرجع منعمل اتفاقيات سلام تحت الطالد وطبيع وما بعرف شو هيدا كله كذب ودجل يعني يوم هل يا طرق يا في حل حقيقي يا خلص يطلعوا يقولوا أنه أنا أنا عم كذب على عالم ما بعرف شو والطامل يعني سؤال شو سؤال شو لضيفة سؤال شو لضيفة بس لأنه قلت لي سؤال لحضرتك هل يا طرق ضيفة أنا ما بدي السؤال لأ هل سؤال لضيفة في حل هو السؤال في حل ولا تململ ومراهنة على الإبادة ونخلص وبقى هيدا هو السؤال شكرا لمداخلتك صديق المستمع أكيد يعني سؤاله مهم أنه السؤال شو الحل مني هي ما هو حق يعني سؤال مشروع عند لعبة الدول والأمم والمكاسب والمفاوضات والتسفيات فوق الطولة وتحت الطولة في وسطها نحن ندفع الثمان وللوصول إلى حل بك تدفع فواتير كبيرة يبدو أن الحل بعد ما وصل عندما تأتي اللحظة الدولية الإقليمية المؤاتية تقف الحرب في غزة وتكون هنا وعندما تأتي هذه اللحظة الدولية الإقليمية لانتخاب الرئيس في ثواني وانتخب الرئيس هيك اختصرت لي الحلقة كلها بس أنا رح كمل لأنه فيه أشياء فيه خفية وكواليس أنا أحبب أسمعها منك كمان السيد زوجة العريضة بس رح كمان نذكر الأصدقاء المستمعين والمشاهدين بأرقيم الهاتف 01325 555 76611 003 و 76611 003 1 هو رقم الواتس أب فيه انتصلوا فينا على الواتس أب وكمان يطلعوا بمداخلات على الهواء بانتظار مداخلات جديدة اليوم لحظة المناسبة لانتخاب رئيس الجمهورية اقتربت نحن على أعتاب انتخاب رئيس هل دنت الساعة لأنه كان فيه اجتماع لللجنة الخماسية صحيح مع أنه فيه كثار تحليلات ما فيه شي مهم بس فيه كمان بخفاية البيان اللي صدر مشاورات لآخر أيار أو حزيران يعني مثل كأنه هناك تحديد مهلة زمنية صحيح وشو بده يصير بهذا المهلة وشو ممكن يصير بعد المهلة الكلمة لألك شو عجواء اللجنة الخماسية عجواء اللجنة الخماسية حطوا آلية جديدة للتحرك ستظهر معلمها في الأيام القليلة المقبلة وربما الأسبوع الجاية أولاً لقاء مع رئيس مجلس نواب نبي بري استغناء عن الحوار بعد طرح الحوار انتفى الكلام عن الحوار تشاور مشاورات مكثفة مع كل الكتلة النيابية وبالتالي الأخذ والتمسك بمبادرة كتلة اعتدال الوطني يلي هي من روحية الخماسية وخصوصاً أنه لقيت استحسان أساس كتلة اعتدال الوطني لأنه تلبلشت كانت شيء بعدين أكيد هن كان عندهم اجتماع تقييمي وأنا قال لي يا عضو التكتل أستاذ وريد البعريني بما معناه نحن لا نريد مناصب وهم واقع إنما انتخاب رئيس وهناك إجماع لدينا من أكثر من مئة نائب للسير بهذه الخطوات لكن من الطبيعي ذلك يحتاج إلى توافق داخلي وتدخل دولي حاسم نكون واقعيين لن ينتخب رئيس إلا بتدخل خارجي يعني هذه المسألة صارت وكأنه تقليد سياسي للأسف التوافق الداخلي أساس لكن يجب أن يكون هناك خطأ خارجي شو تغير اليوم تأتيجي هذا التدخل الخارجي مثل وضع المنطقة مطوير الحرب مطولي لا يمكن أن يبقى لبنان دون رئيس البضل الاقتصادي كتير صعب ظروف المنطقة كلها في تحولات كبيرة ومتغيرات ولبنان يعاني أزمات كبيرة بس كلام الكلام اللي عم يطلع عن اللجنة الخماسية مش أول مرة بيطلع عدة مرات بالدوحة هددوا بعقوبات صحيح؟ يعني دائما عقوبات شو دلالات هيدا التاريخ بالذات اليوم؟ يعني في شي تغير يبدو أنه لداهم معطيات معطيات أو أجواء بالإمكان تمرير الانتخاب الرئيس معطيات مثلا أنا أعطيك مثال على ذلك لما كان عبيقالي في الحكومة دوت الرئيس تمام سلام اطولت كثير راح طلع على حوالي السنتين سنوص سنتين عندما جاءت لحظة موقاتية دولية إقليمية تشكلت الحكومة اليوم اللحظة وربما يكون فيه لحظة موقاتية لتمرير انتخاب الرئيس ثوابت الخماسية بعدما تمثكي بثوابتها برأيك لأنه ذكرت بالبيانات هي مقاربات والبيانات ما تغير شيء الخيار الثالث والأسماء صارت محروفة الخيار الثالث شيء جديد الخيار الثالث متمسكي بالخيار الثالث لأنه بعد بعض التلمحات كانت عم تقول أنه ممكن حتى بعد الحرب اللي صارت واللي عم تصير على حدود الجنوبية أو بغزة أنه يكون هناك فيه تسويات ما تقدمت حظوظ مرشح حزب الله لأنه الأمريكاني ممكن يساوم على ملف رئاسة الجمهورية هو الأمريكاني محط فيتو على مرشح التنائي النائب السابق السياسة المكننجي محط عليه بدليل أنه دائما السفيرة الأمريكية تلتقي بها مؤخراً كان فيه لقاء بينه والتنائي متمسك به أنه ما فيه أخذ عطاق فيه قائد الجيش كان بتضعه اسمه مطروح لواء الياس البيصري اسمه مطروح بالداخل والخارج وكذلك بكيركي كمانا دعمت لبعض الشخصيات المطروحة بقوة منه النائب الأستاذ نعمة فرام والنائب دكتور فريد البستاني وشواهم هذه الأسماء جدية اليوم مطروحة على الطاولة يعني جدية بس المشكلة مش بالاسم ولا بالمرشح المشكلة بالقرار القرار هل يتخلى حزب الله عن مرشحه الطبيعي أما الحزب الله هل يتخلى عن مرشحه سليمان فرنجي ما في حجم يتخلى عن مرشحه إلا ضمن ضمانات ضمانات ومقاربات وشروط هذه الشغلة طبيعية سؤال بالمقابل هل ممكن جذب بعض أطراف المعارضة لانتخاب سليمان فرنجي إذا راح فريق من اللي كانوا بالفريق الآخر لفريق الثاني ممكن يسير رائع يعني موقف النائب السابق وليد جنبلاط بهذا الموضوع ممكن يكون له دلالة النائب السابق سليمان فرنجي كان بكليمانسو ووليد جنبلاط زاروا من فترة به بنشحي صحيح لأنه كمان فيه اعتبارات عن كل الافريقاء السياسيين بعدك تشوف في حلفاء المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية بهمها أيضا ما ينتخب رئيس بمعزل عنها هي ما عندها مرشح وما عندها فيتو على حدا لكن لا تريد أن يكون هناك رئيس جمهورية معايدة للمملكة العربية السعودية وأنا بشوف الأمور اليوم بدلت وتغيرت عن السابق في ظل تقارب إيران والمملكة العربية السعودية حتى بالخليج الزيارة ترئيس وحلية الارتباط بحزب الله الحاج ووفيق صفا إلى الإمارات مانا زيارة عادية منشان موقفين فيك تبعات زابط عادة من أي سلك ما احترامنا للزباط شو طبيعة قد يكون هناك انفتاح أمور كتيري أنا اسألت أنه فيه إيجابيات فيه إيجابيات يبنى عليك تحتابع بموضوع رئيسة الجمهورية يعني أخذ كل الاحتمالات الممكن على أساسها يا يصير انتخابات يا لأ وشو بيصير إذا ما صار انتخابات بس خليني تابع مع الأصدقاء المستمعين والمشاهدين مساء الخير كمان اتصال أهلا تفضل بس عندي هيكة ما بعرف يعني ما بعرف ليش دايما دايما عم بيكون عنا حس انه ما في تفاقل يعني حتى التفاقل بين بالخليج نفسه يعني بين السعودية وبين إيران ما عندي تفاقل عم بقى يعني بظن مثلا انه الحسينيين لما يضربوا صواريخهم فيه أوائد اسرائيلية أقرب عليهم فيهم يضربوها عبر الكليج هني عم يتعمدوا يضربوا طيران طبعهم هذا الطيران في الفيشينك يقطع فوق السعودية أصدا يعني بعده فيه تهديد بالكلام ما فيه الأمور مانا رايقة هلأ بتقلي حزب الله بديتنازل المشكلة اللي وين عنا نحنا لبنان هون ما بصير عنا تنازلات إلا تحت الضغط هاي اللي مصيبة لأنه بس ما يكون فيه ضغط بتلاقيهم عم يقتلوا الجماعة يعني من الله يرحموا الحريرة مروان إحمادة جبران تلينة تفجيرات التقوى والسلام مشالي سناحة مملوك التفجيرات جايبين لنا المتفجرات هجم السلمان قتلوا قدام السفوارة محمود حايق الزلم اللي بدي يفجر بطرس حرب كان هجوم قيونة ما فيه إذا ما فيه ضغط عنا نفع ما بيفيد كله هيدا هيدا بس ينشير الضغط رح يرجعوا الجماعة يتشددوا ويرجعوا يقتلوا شكرا ما 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 فيه ما حدا يتوقع خير يعني ومارسي لألكم شكرا لمدخلتك صحيح ما ما فيه تفاعل أنا أكيد بأحترم رأيه أكيد يعني بالجو الحالي اللي عم نعيشه اليوم فيه ضبابية هلا عم نحكي بدي رد عليك كمان بالنسبة لأ أو على سؤالك يعني شخصت الواقع الرئيسي متل ما هو مظبوط بس ما فينا كمان نزوم إذا فيه أجواء إنه شهر شهرين عدد صلو الفراغ الرئيسي تخطى السنة قد نصل إلى قد نصل إلى أكتر من أشهر وربما لعام جديد من من يقول إنه يمكن نوصل للانتخابات النيابية بدون ما فيه انتخابات نيابية لقد قال ليه على النواب المخضرمين الله لا يسمع منها ما ما نسميه أكيد في ضل بعض نواب على المجلس الحالي ما ما نشمل كله أو الأكترية للأسف يعني للأسف وخصوصا ما ما ننس هذا المجلس بواقع الحالي لا يطمئن لذلك قد الانتخابات البردية تأجلت لمرة الثالثة صحيح وقد نصل إلى تأجيل الانتخابات النيابية في حال من انتخب رئيس في وقت قريب في قانون انتخاب في آليات في تشكيل حكومي في بيان وزاري في دولة مفلسة والانتخابات النيابية بعد عامين رح تابع مع مدخلات المستمعين والمشاهدين مساء الخير مين معي مساء الخير تفضل بس استطرات مش واضح كتير عم بسمعك انا منيح تفضل معك علي من شمال انا حكيتك جمعة النظر ايه اهلا اعلي عملك مداخلي بموضوع بموضوع النيابية صحيح 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 تفضل تفضل شو عندك عليه بس بطعم المعروف بدي عندي مثلا عندي استفسار عم تسمعني من خلال الراديو ولا من خلال التليفون لا الراديو التليفون اه طيب قل لي شو عندك لانه انا في ديلاي بالصوت اوكي 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 لا لانه انا بحكيك من منطقة شمال عكار تعرف المنطقة الحمدالله محرومة منكشة ما فيها شيء مثل العالم يعني الحمدالله كل البلد صار محروم فعلا هيك فعلا لا بس نحن اعاك زياد 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 المناطق يعني ما في ساك كيف يعني مثلا عندك مثلا بفرص العمل مثلا نحن عنا وحدنا مطار الايعات مهم ليش ما بيشغلوها السياسيين كلهم شعطين بالتنظير وبالحكي يعني مهم بالفعل متل العبيد ما بيطلع بييدون ما بيطلع بييدون شيء عارفت كيف صحيح اه هذي شغلة يعني عن اي برات الموضوع يعني بس انه كمان هذي شغلة انه بتنعش البلد يعني يعرف كيف بيسكر مطار البيوت اذا شغلوا مطار العياط عنا بشمال يعني يعني الاشياء الكثير المش مفهومة بالبلد بغض النظر عن الحرب والعام بكثير وكذا وعالوضع مهم بس دياني شغلة كمان اه مثلا استفسار انه في حال مثلا انه ضيفك تحكي من شوي انه كل الدول متفقها انه زياد في حال دولتان اه متفقين على حال الدولتان يعني يعني غزة واسرائيل مهم قالوا تفضل اه في حال في حال تم 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 هالشي يعني مثلا حال الدولتان هذي انتصار بنعادل اي محور بصير مين ببينتصار العرب محور المقاومة ولا مثلا الغرب شكرا لمدخلتك شكرا 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 ما بقى عندي وقت شكرا هيدا سؤال بكفة انه بالنهاية اي حال بتوصله هيكون لصالح الفلسطينيين يكون في دولة فلسطينية وسلام شامل وعادة ما فينا نجيره لهذا المحور اذاك المحور انما تمت صعوبة هائلة لنصل الى هذا الحل صحيح مدخل جديد مساء الخير من معي اهلا شادي معك اهلا شادي تفضل اه مستر عريضي عم يحكي عن التقارب السعودي الايراني اهم يعني فيها نقول دكتور جعجع او الشيخ سامي فيه ترشح اهم مع انه انا عندي مرشح اه بحبزه ع الكل هو الاستاذ جان العلية اهم نحن خليه بالحياة حتى ما يزيد علي من رشحه لشفافيته ونظافته ودوره وموقع هلا بالنسبة هي غير موضوع يعني انه بالنسبة للشيخ سامي ودكتور جعجع تعرف الاعتبارات الداخلية هن يعني اطراط 14 قدر رشحوا ميشيل معوض وشلو رشحوا جهاد ازعور مرشح تقاطع وتحالفوا مع الطيار الوطني الحر يعني سموا تقاطع بالعربية كلمة مطاطة كلمة تقاطع يعني تقاطع مصلحي ولكن بالنسبة ل موضوع التقارب بين السعودية وايران هذا تقارب استراتيجي يعني ينسحب على لبنان ايجابا ليش هذا ضروري بالاستحقاق الرئيسي على كل ملفات ربما بالاستقرار بالاخذ بالعطاء بالتفاوض انما هذا استقرار البحر الأحمر استقرار الخليج استقرار المنطقة نظرا لموقع السعودية لموقع ايران يعني بيشتغلوا كل السعودية كل ملف على حدة استقرار السياسي الاقتصادي مع اليمن مع ايران مع دول الجوار الحدودة وايضا لايران يعني نحن علينا نحن هون ما ننطر هالشالت هاي نتفق داخليا ونرشح البنية انا مش ضد اي واحد يترشح الشخص هام يا غاين يعني بس يكون فيه توافق داخلي مداخلة جديدة من معي ما عندي مداخلة بهذا الوقت رح تابع معك بموضوع رئاسة الجمهورية عمليا شو رح يصير قلت لي فيه مشاورات رح تصير يعني مشاورات رح تصير بمجلس النواب رح يصير على هيئة حوار هل رح يقبل الرئيس بري مشاورات بدون طاولة حوار بهذا الموضوع بالزايد شو رح يصير انا مشوف التشاور اللح يصير على غرار ما حصل قبل التجديد لقائد الجيش صار فيه مشاورات مع كل الكتل ولقاء بين رئيس المجلس وقوات اللبنانية مع كل الكتل ادى الى التجديد او التمديد لقائد الجيش العماج وزافعون وايضا حصل كمان تناغم وتماهي حول ملف النسحين وجرسة مجلس النواب نعم بناء بعض الكتل والكتل هيكل مع بعضهم هاي تفاهمات تفاهمات قد نصر نعم قد نصر طبيعي هذا البلد هيك هذا البلد هيك يعني ما في تحالف دائم ما في خصومة دائمة في اصطفافات جديدة انه هاي بيكون بهالمحورة بنتخلها محور تاني او بيصير بالوسط هذا البلد هيك هاي تركيب البلد هلق هذا عمل السياسي متحركي بالنقيه ولكن هذا وقع البلد مش من اليوم بس للأسف يعني اكيد بالنقيه اكيد للأسف المشاورات جيميبية رح يقبل فيها رئيس بري يعني هيدا تنازل بيكون لكن واقعيين بمعزل عن كل شي الرئيس نبي بري هو من يدير اللعبة ببلده يلتقي مع سائل الكتل النيابية ينسخ معه يتوصل معه اي مفد يأتي من الخارج يتفاوض معه يتفاوض مع الرئيس نبي بري يفاوض عن حزب الله ومفاوض من حزب الله بس اذا قبل الرئيس بري بيش مشاورات جانبية يعني هناك قرار نوعا ما بي طبيعي ما ممكن ما ممكن يصير شي الا ما فيه قرار دولي بقلك الواحد يخير فيه قرار دولي اتحدى انو ينتخل رئيس دون قرار دولي نختم هذا الموضوع الملف الرئاسي برأيك بتقديرك من هلأ لشهرين فيه انتخابات رئاسية ولا لا انا بصراحة لا ارى انه رغم كل هذه الاجواء فيه مؤشرات وفيه حكي مغايرة عن الاسبوعين المنصرمين انو فيه اجواء ايجابية وصلت انو ممكن خلال هالشهرين يصير فيه انتخابات جمهورية لكن ما فينا نحسم الامر كل يوم بيومه على الاطعة فيه حرب فيه الميدان الكلمة للميدان والحرب الايجابية المبنية هل هل مبنية على سقوط مرشح حزب الله لرئيسة الجمهورية والزهاب يعني تأكدت اكتر واكتر الزهاب الى الخيار الثالث ومن هنه مرشحين الخيار الثالث قلتهم بس الاوفر حزب لن ينتخب انا ما بدي عد كل المرشحين لن ينتخب رئيس طيار المرادة النائب السابق السياسة المفرنجية الا من خلال تسوي قد ينتخب بتسوي اي مرشح من الاسماء اللي ذكرتها سينتخب بتسوي لأن كل مرشح مقرب من جهة سياسية فيه مرشحين مستقلين ومعظم المرشحين مقربين من هذا المحور وذلك او لديهم صدقات وعلاقات بس لكن ان ينتخب الرئيس ضمن توافر مش بدل اذا انتخب حتى لو بتسوي مرشح حزب الله لغالب ومغلوب بالداخل اللبناني ما بتكون تسوي انتخب العماد ميشيل عون مكان بفريق 8 اذار مهم وصوى طوله حزب القوات اللبنانية ووليد جنبلات ومعظم الفريق 14 اذار مش كله مش كله بس الاكثرية هذا واقع البلد خليني تابع مع اتصالات المستمعين والمشاهدين مسال خير من معي مسال خير اتفضل اه اه انا دكتور خير اه ترابلوس اهلا وسهلا سؤال للأستاذ وجدي ازا هو سؤال وفي فكرة ازا بدنا شوف رأيه لانه هالانقسام اللبناني الحاد اللي عم يعطل الدولة واضعفها فالحل الوحيد انا كما اشوفه علمت طلابي بالجامعة انه يا اخي خلينا نلغي الطرفية من تهد ونعمل سلطة مركزية ووطنية منتخبة من كل الشعب اللبناني وتكون هالسلطة فوق كل الطواقف والمناطق والطبقات والبقاب وهي تدير تطريق الدستور والقانون شكرا لمدخلتك شكرا لمدخلتك اتبنى طرحه لكن اتمنى ان نصل الى هذا المعطى اتبنى طرحه مساء الخير من معي انا مصنور بدي اسأل استاذ وجدي عن الاجتماع الدعوة اللي وجهتها قطر للسياسيين بلبنان ما صحت هالمعلومة اذا حظوظ البيسر هلأ ارتفعت بظل التدابير اللي اخدها تجاه النسحين السوريين حظوظه بالرئاسة ارتفعت شكرا شكرا لمدخلتك بصراحة هناك دعوة وجهت الى رئيس حزب القوات للدنية والنائب السابق وليجن بلاد وكان قائد الجيش موجود في الدعوة ولقيرات كثيرة لكن في اطار التشاول هناك اتفاق قد يحصل اتفاق كبير يلامس الطائف لن يتخطى الطائف لان الطائف يجب ان يبقى الطائف جاء بعد حروب طويلة وهو الضامن للسلم الاهلي والدستور قد يكون هناك تطور تطوير الطائف وبالتالي تنفيذه العلا ليست في الطائف بل عدم تنفيذه اما بالنسبة لسؤالي على حدود اللواء الياس البيسري قد يكون هذا المرشح له حدود ذلك انما من خلال القراءة والمتابعة للدور الذي يقوم به ارتفعت حدوده يعني انه تعرف الترشيحات في لبنان كالبورصة احيانا كان قائد الجيش يأتي بتسوي اصبح هناك مرشح اللواء الياس البيسري وهناك مرشحين اخرين لذلك انا لا ادخل في لعبة الاسماء ليس المهم المرشح المهم التوافق الداخلي وان يأتي ذلك بغطاء دولي نتمنى ان نصل الى توافق داخلي حول كل هذه الاسماء المطروحة التي لديها الكفاءة والقدرة على اقتراع بكل الاسماء العالهامش ما زال حكينا عن قطر نعم نحكى كثير عن خلافات داخل اطياف اللجنة الخمسية هل هذه الخلافات بعدها موجودة؟ حكي عن خلافات شكنا السفير المصري بالامس في دارة سكن السفير السعودي دكتور وليد بخاري وانا سألت بعض المحيطين على العلاقة بين مصر والسعودي في افضل مرحلة لم يحصل شيء من الطبيعي في تباييونات من الطبيعي قطر تغرد واحدة؟ يعني كل دولة عندها رؤية وتسعى الى دورك ما كان في حماس لدى الولايات المتحدة الامريكية؟ مؤخرا الولايات المتحدة دخلت بقوة على خط الاستقل بعد هوكستين له علاقة بهذا الموضوع ولا فصل الملف عن ملف الجنوب؟ الهوكستين كان بدأ ينطلق بالملف الرئاسي لكن بعد حرب غزة والجنوب فصل ما يتولى هذا الملف وأعطيت وهذه معلومات ومعطيت السفيرة الامريكية في لبنان ليزا جونسون صلاحيات بمثابة الوزير المفوض حول كل ما يتعلق بالملكة اللبنانية وتحديدا استحقق الرئاسي بموضوع الرئاسي عندك شي تضيفه ولا حكينا بكل شيء؟ هذا كل ما قلنا كل ما قلنا كل ما قلنا وننتظر ونترقب تحيي لروح البطريار بالأمس كانت ذكرى وفيته هذا البطريار لن يتكرر هل ينجح لبنان في مواجهة مخاطر نزوح السوري؟ تجربة جلسة نيابية مع توصيات وتشكيل لجنة وهي اللي جان إلى 11 سنة صاروا بمجلس الوزراء ما بعرف إذا ذاكر بالتحديد يمكن شيء هاللجان مقبرة المشاريع عشرة 12 مرات شكلت لجان وزرية برئاسة رؤسة الوزراء وهذه دولة هذه دولة المشاريع والتوصيات لبنان دولة المشاريع الفاشلة والتوصيات توصيات لزوم ما لا يلزم لزوم ما لا يلزم بالنسبة للتوصيات الأهمية لللقاء أنه كان فيه لأول مرة تناغم بين كل الكتال ونزع فتير كنت الاستثنية فيه الكتائب صحيح حتى نواب كمان فيه نواب مستقلية المشاركة وفيه نواب مكينة موجودة بس الأكترية كانت موجودة أنه شغلة مهمة لأول مرة نتفق على ملف موضوع النازحين لا يعني طائق معينة حكي عمومة وأي اتفاق هلا اليوم السيد حسن نصر الله قال شرعوا البحر وخلوهم يركبوا البحر ويروحوا والأتراف قول هاي إلى حسن ايه أنه ضغط على الأوروبيين يعني نبعاتهم عن كون يتفضل أعطوهم المصاري وخلوهم رجعوا بس هذا مش ابتزاز للأوروبيين لفك العزلة النظام السوري شو بيمنع اليوم الدولة اللبنانية تاخدهم على الحبودة بس مفوض الشؤون الأوروبية لعلاقات الخارجية جوزير قرير قال له له وزيرة الخارجية لبنانية شو قال له؟ قال له يجب أن يبقوا في لبنان ونحن نقوم بدعمهم بكل مستلزمات التربوية الاستشفائية والأمم إذا الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية قامت بواجباتها استاذ وجل عبيدة وتحملت مسئوليتها وعملت اللي علاية الأجهز الأمنية الجيش اللبنانية الأمن العام كلها تنعملوا اللي علاية الشرعي بيخلوه باللبنان المش شرعي بيبعتوه على الحدود ببساطة يعني هايدي شغلة كتير بسيطة وأنا زلمة بسيط يعني أنا إنسان بسيط مواطن عادي بقول دولتي في جيش في أمن عام في قوة أمن داخل انت مواطن زكي مش بسيط الشرعي خليه بالبلد يشتغل نحن بحاجة ليد عاملة صحيح المش شرعي طلعوا بالشحن طبع ولك وقال له حطوا على الحدود تصفل في دولتو تصفل في دولتو أول شي موضوع النازحين موضوع النازحين بالدرجة الأولى ليس موضوع يخص هذه الطائفة وتلك أو هذا الحزب وذاك هذا يجب أن يكون موضوع وطني ولم نتعاطى مع هذا الموضوع بعنصرية بل بإنسانية العمالة السورية من يوم خلقنا به الدنيا موجودة وما فينا بدون العمالة السورية نحن عم بقول الشرع يضل واللي مش شرعي ما يدار بدي أكد ع كلامك أنا لقلته إنه الشرع يضل والمشارعي أنا أكد ع كلامك وبالتالي تنظيم الوجود السوري مثل كل العمال الأجانب يلي في لبنان ويكون فيه إقامات في كفلة يكونوا منظمة ولكن فيه موضوع النازحين السوريين فيه خطوات لأول مرة تسجل بعدنا نحكي الأمن العام كل قوى الأمن الداخل الجيش وإن كان بالدرجة الأولى الأمن العام بلش بخطوات كبيرة وبطغطية من كل الأطراف السياسية الحزبية وكل قادة الأجهزة الأمنية عم يقوموا بدورنا العكمة ولكن بالنسبة للعودة الشاملة لمليونية نصف نازح باعتقادة وليس باعتقادة بل هذه تصوية كبرى وتحديداً من المفوضية الأوروبية واشنطن موسكو إقامة مجمعات كبيرة للنازحين حرب أوكرانية أطريت نتمنى أن نصل إلى هذه التصوية وإلى تصوية رئاسية وكل ملفات لبنان لم يعود يتحمل شيئاً أستاذ واجه العريض الصحافي والكاتب السياسي بدأ أشكر حضورك حلقة مميزة معك شكراً لك شكراً لكل الأصدقاء المشاهدين والمستمعين إلى اللقاء الأسبوع المقبل بإذن الله شكراً للمشاهدة